حكاية آريال حورية البحر في عمق البحر كانت هناك مملكة قصورها من المرجان وهناك كانت تسكن حورية اسمها آريال وهي ابنة ملك البحر وذات يوم عيد وعندما بلغت آريال سنتها الخامسة عشر سمح لها أبوها بزيارة عالم البشر عندما سعدت إلى سطح الماء وجدت سفينة عظيمة وعلى مذنها أمير وسيم فجأة هبت عاصفة قوية فأغلقت السفينة وكان الأمير على وشك الغرق لكن آريال أنقذته وأخذته إلى الساحل ورغم مرور عدة أيام فإن آريال لم تستطع نسيان الأمر اقتربت من الشاطئ لرؤيته لكنها كانت تعرف أنه لن يكون بمقدارها أن تكون معه إلا إذا صارت إنسانة مثله لأجل ذلك ذهبت في يوم من الأيام تطلب مساعدة ساحرة البحر سلمتها الساحرة شرابا سحريا ليتحول ذيلها إلى سايقين شريطة أن تتنازل للساحرة عن صوتها وأكثر من ذلك يجب أن يتزوجها الأمير لتصبح إنسانة حقيقية لديها روح ومن دون ذلك فإنها ستصير زبدا ثم تموت وحين التقها الأمير على الشاطئ استقبلها ببشاشة لكنه لم يتعرف عليها بكونها الحورية التي أنقذته وذات يوم أخبر الأمير آريال أن الفتاة أنقذته لكنه لا يتذكر سوى صوتها عندها أدركت الأميرة أنها لن تبقى إنسانة إذا تزوج الأمير وبأن حياتها ستنتهي لأن الحوريات ليس لديهن روح ولما بلغ الخبر إلى أخوات آريال طلبنا المساعدة من الساحرة فأعطتهن خنجرا مسموما إذ قتلت به آريال الأميرة فاستعود حورية من جديد ولأنها كانت تحب الأميرة فإنها لم تستطع فعل ذلك لقد كانت تفضل الموت على أن تقتله وحست الحورية الصغيرة كيف كانت أعضاؤها تتحول إلى ماء لكن بالمقابل كان بمقدورها أن تسترجع روحها بعد مرور ثلاثة قرون وأن هذه المدة ستصير أقصر كل ما وجدت فتى طيبا ترجمة نانسي قنقر